السؤال الثاني هو ما هو الغرض من طرح هذا الموضوع هل هذا الموضوع له هذه الأهمية الكبرى بأنه يكون محل بحث ويحتاج إلى بيان ويحتاج إلى التكلم فيه نقول نعم بسبب هذا أي العرفان انخدع كثير للأسف من شباب الشيعة المغرر بهم من البسطاء الذين لهم نية صافية انخدعوا بالعرفاء أو بينقوسين العرفان المصطلح عليه طبعا فلذلك من الواجب علينا من باب الحديث الشريف إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله العالم ها هنا ليس المقصود بعلماء الدين فقط كل عالم بأي شبهة بأي بدعة عليه أن يظهر علمه والآن في هذه المقدمة لسنا بصدد الحكم على العرفان هل هو من البدع أم ليس كذلك بل يأتي ذلك في النتيجة النقطة الثالثة يسأل سائل لماذا تعارضون العرفاء ولا ترضون ما يقولون به نقول من أبرز العرفاء والصوفية ألا وهو الحلاج هذا الحلاج صدر اللعن من قبل استفير الثالث الحسين بالروح النوبختي رضوان الله عليه للحلاج ونقل هذا اللعن الشيخ الطوسي في الغيبة هذه النقطة الأولى إضافة إلى ذلك أن الحلاج لدي أشعار وأقوال كفرية جدا كل من يقرأ هذه الأقوال وهذه الكلمات يتيقن بأن قائلها ملحد زنديق من أشعاره المعروفة والمشهورة أوله رأيت ربي بعين قلبي فقلت من أنت قال أنت يعتقد بالحلول أنه الله سبحانه وتعالى حل فيه أي هو الله نعوذ بالله وهذا جاء في ديوانه هذه الأشعار التي نقولها يقول كفرت بدين الله شوف شوف كفرت بدين الله علنا كفر والكفر واجب شوف الكفر واجب والكفر واجب علي وعند المسلمين قبيح يعني ما يعتقد أنه هو مسلم ما يحسب نفسه من المسلمين بل يعتقد أنه كافر بدين الله ويعتبره هذا الشيء هو كمال التوحيد وكمال الفناء في الله سبحانه وتعالى ويكفر بدين المسلمين يعني لا يعتقد بما جاء به النبي بل هو ادعى عدة ادعاءات الحلات ادعى أنه نائب للإمام سلام الله عليه والدعى بعد ذلك أنه سفير والدعى بعد ذلك النبوة والدعى بعد ذلك الربوبية قال أنا الله جيد وقال شعر آخر أنا أنت بلا شك فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني وإسخاطك إسخاطي وغفرانك غفراني وفي شعر آخر لست بالتوحيد أله يعني أنا ما ألته بالتوحيد لعدب شنو تلته غير أني عنه أسهو أنا لا ألته بالتوحيد بل أسهو عن التوحيد لماذا كيف أسهو كيف ألهو وصحيح أنني هو يعني هو الله يقول أنا شنو شغلي بالتوحيد ما لي علاقة بالتوحيد لأنه أنا الله بعش يسوي بالتوحيد حتى احتاجه وله أشعار أخرى في ديوانه وفي كتوه الآن الموجودة وله أمور كثيرة مما يعف اللذسان عن ذكرها إضافة إلى ذلك من أشهر العرفاء هو محيط دين ابن عربي في أن قوسيا مميت الدين هذا يعتبرونه مؤسس العرفان النظري ومنظر العرفان النظري وجميع العرفاء الذين جاءوا بعده هم يعتبرون عيال عليه كما يعبرونهم ذلك هذا محيط دين ابن عربي أيضا خلنا توقف عند أشعاره الكفرية التي لا يقول بهذا الكلام إلا زنديق بل وملحد يقول ليس في الجبة شيء غير ما قاله الحلاج يوما فانعموه هذا قاله في الحقائق الإلهية في أشعار الفتوحات المكية وإضافة إلى ذلك قال فلا تفر ولا تركن إلى طلب فكل شيء تراه ذلك الله كل شيء تشوفه هو الله وحدة الوجود والموجود قال ذلك في منزل الأملاك في حركات الأفلاك ابن عربي كثير انخدعوا وظلوا به وبكفرياته وظلاله بل وحتى يعدهم البعض من أنهم رموز للتشيع من المعاصرين ننقل أقوال مراجعنا في النجف الأشراف وفي قم المقدسة في ما جاء في ابن عربي خصوصا حتى نعلم أن من يتولى ويحب ابن عربي وينظر لابن عربي ويشرح كتب ابن عربي هو يتبع من هل هو على طريق الشيعة أم ليس بالشيعية أصلا من أبرز مقولات في ابن العربي هو ما قاله الشيخ بسحاق الفياض نص عبارته وهو في فيديو منشور يقول سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ضوء كتاب ابن العربي وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا فإن كتاب ابن العربي أي المقصود فصوص الحكم كل من قرأه هذا الكتاب قرأ هذا الكتاب فصوص الحكم يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدر هذا الشيخ الفياض أما الشيخ بشير النجفي فيقول إن الرجل وهو سئل في استفتاء عن ابن العربي موجود الاستفتاءات وكل ما نقوله على الأنترنيات متوفر ويمكن الرجوع إليه يقول إن الرجل أي ابن العربي كما يظهر من كثير من مؤلفاته كان يقدس أعداء أهل البيت عليهم السلام أهل البيت ولعنة الله على أعدائهم مثل المنصور الدوانيقي وغيره ممن تلطخت أيديهم في دماء الصالحين فضلا عن المعصومين عليهم السلام ويظهر منه بعض الخرافات أي في كتبه فيما يدعيه من العرفان بين شارحتين الخذلان هذا نص كلام الشيخ بشير وأضف إلى ذلك قول السيد محمد صادق الروحاني يقول ما أراده أي في وحدة الوجود محي الدين من أوضح مصاديق الكوفر يعني الذي أراده من وحدة الوجود هو أوضح مصاديق الكوفر فلا يشك فيه فإنه قائل بوحدة الوجود والموجود حقيقة وأنه ليس في الحقيقة إلا موجود واحد وحكى بعضهم أنه قال ليس في جبتي سوى الله وابن عربي قائل بذلك وليس تدريس فتوحاته كتاب الفتوحات المكية مرسوما في الحوزات العلمية لأنه سؤل هل يجوز تدريس كتاب ابن العربي هذا الشيء وكذلك نختم حول ابن عربي لأهمية هذا الرجل في تأثيره على الوسط الشيعي للأسف بقول السيد صادق الشيرازي يقول في محاضرة له منشورة ومكتوبة يصرح ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية أن مجموعة من الحكام كانت لهم الخلافة الظاهرية والباطنية ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله ومنهم المتوكل العباسي أي كانت له خلافة ظاهرية وباطنية ولعمري إن ابن عربي بقوله هذا يريد إضلال من؟ يعني يريد بهذا القول يضل من؟ علما أن الكثير قد انخدعوا به انخدعوا بابن عربي ولكن هل يعذرون على ذلك؟ هل يعذر الشخص إذا انخدع ابن عربي وكما قال السيد الروحاني مقولاته الكفرية أوضح واضحة جيد؟ هذا في جنبة هؤلاء العرافة أتبين لكم من خلال فقط شخصين وعلمين من أعلامهما أنه هذا الكفر ولماذا هذا المخالفة بيننا وبينهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة